يا بحاث هل حد فيك واخد توكيل من فوق؟ حد فيك واخد توكيل من الخلق حد فيك وقعد على العرش فوق؟ طب تمام خلاص يبقى نتبطش بقى نتبطش شوية ماذا ده بقى شوية على انفسنا واخد بالك عشان اللي بيحصل ده اسمه اي اولاد اسمه ارهاب نفسي اسمه اي اولاد تاني كده اسمه ارهاب نفسي اخد بالك لما تخوف الناس ان هي تعيش ابسط حقوقها تغني ترقص تحب تتكلم تغسل سنانها لما واخذها تغسل وشها ايه بده اسمه ايه ارهاب نفسي اخداش بنعمل حاجة غلط انا كده انا عايزين نوزع السعادة نوزع السلام نوزع الحب نوزع الطاقات الجميلة نوزع ازاي الواحد يعيش حياة حلوة بعد ما حياته كانت وحشة ازاي الواحد يتعالج من حاجات من مشاكل ازاي الواحد يتغلب على الغضب والاكتئاب والحزن والوحدة واخد بادك فا احنا بليفتورنوت بنعمل عمل صالح على الارض كده يعني ده في منزار مي الخرسيتي او يا او يا بس انا لسه جسمي متحقق لسه مش عارفة او مرقص بجد بس it's gonna happen it will happen i will break it and i will happen وهطلع وها عمل احلى استعراضة لانه الرأس ده علاج جميل وفن راقي جدا جدا فلا هو بصوا الحياة بالنسباني خلاص وصلت لمرحلة ان هو ايه ده يعني مفيش الانسان اي انسان بلا استثناء بلا استثناء لو عندي احترام ومحبة وخلاص بس مالوش عندي زرة التدخل في ثانية الا ثانية اقف في سنتي وفي بشرتي وفي رأستي مفيش انسان لو عندي الكلام ده والله ما فيه لانه انا الوحيدة اللي عادة معايا طول عمري وانا الوحيدة اللي هكمل معايا طول عمري اه اللي عايزة يشاركني مرحلتي يا سلام على رأسي ده انا هبسته هيبقى ضيف جميل هيبقى شريك حلو اهلا وسهلا اتش علي يا حبيبي ابستك يا حبيبي اتش علي يعني ابستك واغنيلك وارقصلك مش عايز الانبساط بتاعي بلاش بعيد عني يعني خلينا بعيد احسن يعني اشيل ده من ده لتحت عنده اه تعالين قرب بس بشروط مش مش اي دونت لايك شروط اي دونت دو شروط انا لا هديك شروط ولا انت تديني شروط هو انا كده اقبالني هيك زي ما بيقول فانا احبا ان الناس تقبل بعضها زي ما هي كده ده دي اجمل نوع من انواع الرحمة والرقيء وطولرانس ان ابني ادم يتقبل الغير اه زي ما هو دي حاجة جميلة غريبة بصراحة عايز اقولكو عن مية جديدة مية جديدة مؤخرا بتتعامل مع ناس مختلفة جدا عمرها ما كانت تتوقع ان هتتعامل معهم في الماضي يعني في الماضي كنت اقول لهم نعم وامشي واخد بالك اه وترفع المعاملة ومش هارف ايه لان انا باستغرب تفكيرهم وباستغرب مخوهم لكن مارست حاجة اسمها تفاهم تعاطف حطيت نفسي مكانهم حتى مكان غضبهم يعني لما يكون عندهم غضب او حقد او 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 انا متفاهم ان الراجل ده مسروع على الفلوس دلوقتي او مسروع على الدنيا فخلاص عايز عايز يعمل كذا كذا وشغل معا بيسبب واحد اثنين تلاتة فهتبع الطريقة الفلانية يعني ماليش ماليش دعوة معاقدته وتفكير وخلاص هتعامل وهحس يعني بالشفق عليه وهو غضبنته ولم هو قاعد ان هي ايه مش مستهلة يا ولاد والله ما مستهلة فانا اسفة يعني ان انتو يعني مش عارفين تعيشوا حياتكو براحتكو او كتير منكم مش عارفين يعيش حياتو براحتو اسفة 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 ان انتو دفعنتوا نفسوكو اسفة ان انتو بتضطراتوا وتحكوا على نفسوكو عشان خطر تردي غيركو اسفة قوي للناس اللي مش عايزة براحتها اسفة حقيقي انتو انتو مش مدركين كمية القوة المريبة اللي بتحصل لما البني ادم بيعيش براحتو والله العظيم او بيعمل اللي هو عايزه دي دي قوة غريبة مش مفهومة انا مش عارفة لسه اعبر بالكلمات عن مدى جمال القوة دي وقد ايه بتديك فرص في الحياة وقد ايه بتحسسك بالسلام الداخلي والخارجي والحاجات دي قبل ما اقفل مع حدراتكم هتديكو نبزة كده عن حاجة شخصية بحتة بس حوار لطيف حصل بيني وبين اختي الجميلة جدا المسلمة جدا اللي مؤخرا بتلجأ للروحانيات قوي عشان بتحاول تدور على الطريق زي ما انا بدور على الطريق الجميل هي بتدور على الطريق الجميل كلنا الناس الوعية الجميلة بتدور على الطرق الجميلة بطريقتها فيه ناس كتيرة بتحب تدور على الطريق ما بتحبش تقول هو ده وخلاص وتقفل دمخها وتحجر دمخها عليه بس هي بتختار طريق مختلف يعني احنا شبه بعض جدا في البليفز في العقيدة انا وهي من جوه هنا شبه بعض في اللي هو حب الخير وحب الناس وحب الدنيا وكلام ده كله وحب ان احنا نعمل عمل خير عشان خاطر الاخرى والحاجات اللطيفة قوي دي بس ان الشكلي غير شكلها تماما احنا شبه بعض بس هي لو شفتوها هتلاقوها زيها مختلف عن زي تمام فانا مش زي ما بتكلم عنها كانت اشوفها لو بتكلم عنها زي انا بقول زيها مختلف عن زي هي ساعات بتحب تهزر معايا زيادة عن اللزوم يعني وبتعدي حدودها سالسنة بس عشان احنا اخوات منا تقبل تعدي الحدود ده وتتكلم عن زي ان هو بيضيقها او بيضيق احبابها والكلام ده كله فالله هو انا اسوأ يعني اتعويدي يعني انا اختك خلاص هتعمل ايه يا تقبليني كده يا اخو ابصي انا موجودة وجنبك وفي ظهرك وبعشائك وبعشاء ترابرج لكي انتي وعالدك كلها وانتو على راسي بس هو ده انا فانا مش عارفة غير من نفسي زيادة عن لزوم عشانك او عشان غيرك عشان خاطر هو مش عارفة مش قادرة ما عنديش الحال ما عنديش النفسية ما عنديش اي حاجة اني مور ان انا اتغير عشان اي حد مستحيل لو ابويا نفسه اللي بعشاء ترابرج ليه بابا والله ما قادرة والله ما قادرة ما فيهاش حيل فسألتني سؤال متفتح جدا وسؤال عائل وواعي وراقي وده يعني فهمني قديه هي عيني لسه بتحاول تفهم اللي بيحصل فكانت مبالا معديه علي اكل وانا لبسة لبس الجيم ورايحة قبل ما روح اتمرن ربنا يرزقها يا رب ويرزق عائلتها كلها الخير كله يا رب دايما ان هي دايما ايه يعني ده هم عائلة بيدوا يعني ما شاء الله عليهم ما شاء الله قوت الله الله يحميهم يا رب بس دايما بيدوا قوي زيادة على زوم هما بيحبوا يدوا قوي لاي حد وكل حد وكل انوع الجنسيات وكل انوع الناس يعني بيأمنوا بكده فدي حاجة انا بعشاها ما شاء الله ومتطمن عليهم عشانها فجاي اتجيب لي اكل وكده تريحني من ان انا هتبخ النهاردة وطرعت لها سلم عليها وكنت لابسة حاجة يعني في شابت فاي حببتي يا ربنا يخليك ويرضع عني جاي حببتي زي الامر انا عارفة انه صعب عليك تغيري جمالك وتبقوا تغطي جمالك والحاجات الكتيرة اللطيفة اللي بتتقال فقامت رفعتلي كده ارفعي ده بس كده ارفعي ده بس كده فقامتالي نزلتولها تاني اللي هو ده بصي انا مبسوطة كده طب انتي يعني مش انتي ليه بتعملي كده يا ماي قلتلها بصي علينا يا حببتي بصي في الطبيعة اللي حواليها بصي الارض خضرة ازاي والشجر بيرقص ازاي والورد والعشاب والحاجات دي انا جزء من الطبيعة I feel so connected معاها كده انا حاسة براحة وحرية وجمال وقوة كده حاسة بجمالي انا قلتني وانتي بتلبسي كده المين اصلا قلتلها لنفسي قالتلي طب وانتي لما بتروحي الجم من رجالة مش بتتفرج عليك قلتلها لا خالص ما حانتش بيبص علي خالص ولما باجي وطي قدامهم كمان واعمل التمرينات بتاعت الجلوتس كل واحد بيغض النظر ويبص بعيد قلتلي ودي حاجة بتضايقك ولا بتبسطك قلتلها بتبسطني طبعا ومي بيبصريش فاسكتت فهمت ان انا مش رايحة قلم رجالة حواليا مش رايحة خلي الرجالة تفرج علي فهمت ان انا فعلا genuinely بعمل كده النفسي مش بعمل كده الغرب دنيء في الحياة اخد بالك بلبس براحتي النفسي بحط كنت بتكلم معاكم عن المراهقين كنت بارح بالليل كنت عاملة شعري احسن من دلوقتي دلوقتي عندي شغل كمان بالظبط نص ساعة يعني يا دوب ايه لميت شعري على السريع ويلا هب حتى اخد شاور بعد الشغل لكن عشان نومي عشان نفسي وعشان حكتي الشخصية اللي انا حساها العالم بتاعي المملكة عشان مي عشان مي اعملت شعري وحطتي الكريم وحطتي البريفيم وحطتي اللوشن وحطتي الكلام ده كله ولبسة بلبس اللي انا بحبه والالوان اللي انا بحبه وكل يوم اغير في الواني وغير في لبسي وغير في حاجتي المختلفة وحتى وانا بروح شغلي شغلي لازم اكون فيه الى حد ما في حاجات معينة ما ينفعش تبقى very skirt تبقى قصيرة قوي يعني ممكن تبقى mini skirt بس مش قصيرة قوي عشان لكل مقام المقار بلبس اللي انا عايزة وبعدين البس فوقي وقال اول مطلع من الشغل عشان خاطر انا في الحرية في الجمال انا حاسة بكده انا مبسوطة كده واخد بالك وكل اللي حواليا في فلوريدا وفي امريكا وحضراتكو كمان في مصر بتشوفوا كل الناس بتلبس بالطريقة دي احنا العالم انفتح قردي يعني كده كده انتو بتشوفوه يا النت بتشوفوه حواليك ولا حد ما في الاماكن اللي بتروحوها لو فيها مثلا كلاسز معينة وفي امريكا بتشوفوا اكتر من كده فبأي معنى وأي منطق وأي ملة وأي حاجة انسانية أو عدمها يبقى البني آدم يوصل معاك تسلط ان هو عشان خاطر فلان يبقى هادي نفسيا لازم عمرها فعدي ليه يا حبيبتي ليه أختي ما تقبلنيش زي ما انا كده زي ما انا قبلاك بالزي اللي انت نفسها برضو خلي بالك ما هو انا عندي افكار ومشاعر واحسيس واديولوجيات عن زيك بس عمري ما بفتح بقي فيها وفي ناس كتيرة من اللي بتكلمني احبابي في مصر حبيبتي ماي بس فريند برضو زي انا مختلف عن بعض وعمري ما بفتح بقي فيها مرة سألتني ماي هو انا عشان بالبس كذا كذا فاكراني متخلفة قلت لها بالعكس حبيبتي خالص انا ما بحكمش عليكي خالص بس انت الوقتي عايزة رأيي الشخصي في حاجة ولا عايزة اقلت فسألتها انت ليه بتبس ازاي ده قلت لي عشان انا مقتنع كده ومرتاحة كده طرع جميل انا مقتنع ومرتاحة شابو بس لا ضرر ولا ضرر فانا ما حكمتش عليها وما حكمتش عليكي ولا بضربك ولا بزعقلك ولا بقولك ايه التخلف وايه المرض وايه الحاجات ممكن جوايا تكون انا عندي تحفظات قوية جدا بس بسيبها للعالم الدخل اللي جوايا عشان ما اجرحكيش بيها وعشان خاطر ما حسسكيش احباب ومن الاصحاب يعني مع حترامي لحضراتكم انا مش كل الناس بستنيها في مصر تقبني وبصراحة في الحياة كلها بلا استثناء مش مستنيها حد يقبني بس من الاحباب خاصة شعور عدم القبول بيكون مزعج ومؤلم يعني جارح طب انت كلكو بما فيهم يعني اختي بتعملوا حاجات انا مش بعملها ومش شبهها ومش فهمها ومش 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 واسلوف كلام معين بس لغاية اللحظات اللطيفة اللي فيها نوع من انواع القلب المفتوح عشان نتفاهم ونتناقش هي همها في الاول وفي الاخر انا بجديكم كيس تادي عني انا واختي في الاول وفي الاخر احنا منها شقت رابر جنين بعض خلي بالك من همين احنا الاتنين حيات بعض تكون حلوة وان احنا اشوفها سعيدة وهي تشوفني سعيدة وهي همها طبعا ان انا خش الجنة واكيد انا همي في الاول وفي الاخر ان هتخش الجنة مع اني ترفعت عن الفكر ده لاني عارفة ان الاخرة دي حتة مش بتاعتي ومش هفهمها كل اللي انا اقدره وان انا اتمنالها الخير او ادالها بالخير او اشاركها في الخير وخلصت على كده هي في اليوم الاخير ده بعد ما يعني بعد العمر الطويل ان شاء الله بعد ما هي تروح لربنا ولا حاجة هي بقى دي حساباتها هي الشخصية يعني انا معرفش ايه اللي بيحصل وما شفتش حد راح لربنا واحنا عملنا عيه معا حد مات من اهليكو ولا اصحابكو وروحتوا معا في حتة وعرفتوا هو ايه اللي بيحصل انا معرفش ايه اللي بيحصل فما نقدرش بقى نخصب حياة بعض عشان حاجة احنا مش هنعرف نعملها مش عارفين نشوفها اصلا في الاخر وفي الاول وفي الاخر احنا اللي عايشين بيها تمام لما هي بتكلم معايا بتقبل لما لقيتها متقبلة كده اللي هو ايه ده انت اصلا مش قصدك يعاني ان انت عشان احنا فهميني غلط يمكن الله اعلم انا معرفش ايه اللي بيجور في دمخهم وبرضو مترفعة عن ان انا عخش في دمخهم بس الاوقات اللي بنقابلها مع بعض بقى حريصة ان احنا حبيبتي ها بقى احنا اربع ولاد كل واحد فينا مختلف جدا والاختلاف ده مفروض تبقى مملكات حلوة كأنك عندك قصر هنا وقصر هنا وقصر هنا ثقافات مختلفة كأن كل واحد كالتشور مختلفة كأن بابا وماما مخلفين واحدة مصرية واحدة برزيلية واحدة هندية واحدة بورتشجيزية كأننا يعني عالم بحال وفينا اللي احنا الاربع فيه تقاليد مختلفة عندنا نشارك بعض فيها باحترام محدش اسباشي ان انا كبير محدش مفروض يبقى ايه فوق التاني او يجبر التاني على حاجة كده كلنا بلا استثناء أصغر واحد فينا 23 سنة وعيش له واحد ودلوقتي وبيشتغل وبيدرس بيعمل ماجستير وبيدرس في بيشتغل برضو في المستشفى والتانية برضو بتخلص في دكتوراه بتاعيتها وتشتغل دينتست ودي ما شاء الله سايكولوجيس وما شاء الله عندها سو ماني ديفرن بيهم البزنس بتاعها وانا انتم عارفين انا يعني في حاجة كتير متوش عارفين ومش حبة أفصح بيها دلوقتي ومش حبة حد يسألني فيها برضو عشان هقولك وانتمال اللي جابتك أخذ بالك فليه بقى احنا ما نحترمش ان احنا adults and we came to be that way أخذ بالك عشان بقى علاقتنا الحميمة قوية وأسد وما نخليش حد من الكلاب السعرانة الوسخة الحقودة تدخل بنا عبدا العيلة بالذات يا ولاد الدم بالذات مهما حصل جديت يا الله يرحمها نوال زغوة اللي كان موجهة في تربية وتعليم بص جوه البيت وكنا منقلع مرايات بعض ونقلع برا البيت ما حدش يفكر يخش بنا لأن اللي بيخش بنا عايز يبوز علاقتنا الأسرية عشان حقود علينا تمام فخلي بالك لو جاي لك كلام من برا يبقى اللي برا دورهم اللي أولاد واسخة عايزين يبوزوا الدنيا عشان خاطر إحنا عندنا القدرة إن أنا أمسك أختي وقول لها تعالي يا سوسة مش عارفة إيه كذا كذا مش هستنى واحدة حقودة واسخة من برا تتصل بأختي وتقول لها أختك قلت عليك عشان خاطر تبوز العزوة القوية اللي إحنا عاملينها لأ ده مش هيحصل ده على جستي طول ما أنا عايشة مش هيحصل يا أولاد الاسخة فمحترامي للجميع ومحترامي اللي بيسمعوني ما بحبوش ألفاز أنتوا عارفيني إن أنا سيدة لساني طويل فاللحظة اللي هي استسلمت إلى حد ما فيها اللي هو آه يعني أنت مبسوطة إنه محدش بيبصلك اللي هو طبعا مبسوطة إنه محدش بيبصلي ولما عشت في مصر السنة اللي فاتت كنت حريصة جدا إن أنا أتعامل مع الناس بالذات في الجم اللي أنا في الجم بحيب أخد راحتي بزيادة لأنه فعلا بتخنق من اللبس الكتير إن أنا أدخل الجم أقلع الطاب بتاعي أتمرم من ثلاث ساعات من غيره آه أبقى محدش بيفكر يبصلي ولا ييجي حوالي ولا يحوم ومعرفش لي وإزاي بس طبعا ابتدت من المدير بتاع الجم أو الأونر بتاع الجم إنه هو يعني نبههم لو سمحتوا احترموا كذا لأنه البص عليها أصلا هيدايقها أنا مش بجاية أقلع السبورت التي شير بتاعي وقعد بالسبورتس برو بتاعتي عشان أتمرأ على السلالم 60 دقيقة وبعرق وهموت عشان جسمي بقى مزبوط وصحيش يبقى مزبوطة عشان يجي لي واحد عنده سعار جنسي يبصلي لأ أنا ممرأة حرة والأرض دي حرة أي أرض حرة خاصة الأرض مصر فاهم فأنت لو بصت من تحت تحت مرة خلصت على كده يا معلم هتبص تاني هتطلع دين أمك خلي بالك أنا رسالي طويل وإيدي طويلة ووصلة وقاللت الأدب فهم في الأول خوفا بعده ما بصوش خوفا بعد كده بقى احتراما لأنه لقوا البنت دي جاية في حالها خالص وبتعمل حاجتها وبتشقى أكتر من أكتر من يعني زي رجالة الجيش كده شاقي 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 ومحترمة ولطيفة وعبادتها يا أكشي اللي بتاخد بالها منها على هادي مع أني كنت باسمع شاتمتي بودني بيشتموا فيي على لبس يعني وبعد وأنا في حالي والله سمحهم وخلاص بعدين بقينا أصدقاء وبقينا رلطف مع بعض لأنه لقوا أن معاملتها فيها خير أنا مش عايزة ضرر لحد بالعكس أنا بحبكم حتى اللي كنت بدخل أحضنهم كثير اللي هو ما كان يقولوا لي أنت بتحضنين على إيه أنت عايزة مننا إيه عايزة إيه مننا يعني لأ هو ده سلامي أنا سلامي بالحضن دايما لأني بحبكوا أنتوا وكان مصمم أنه يبص كتير فلازم العالم الزكوري الحقير الوسخ بعض العالم الزكوري الحقير الوسخ اللي عنده سعار جنس يكون مدرك جدا جدا أن فيه سيدات وبنات حابين أنهم يتقلقوا ويلبسوا ويرقصوا ويغنوا ليه نفسهم وليه الحياة ومش حابين يعزموا الرجالة للبحلاقة والشبا والسعار والكلام ده كله وبأي زي خلي بالك أن نفوس المريض أنا كان زي قبل ما ما بقى مية حقيقية اللي هي دي دلوقتي جربت زي مختلف كذا مرة ثلاث مرات في عمري جربت ألبس أزياء مختلفة وفي نفس في الثلاث تجارب دول مرت بأمست تعديات قاسية جدا فده مش هيمنع الناس المريضة أنت لو راجل بجد تسلح الست دي بأسلحة مختلفة أسلحة حقيقية لو في أمريكا هتلاقي مسلد السباح الفول سلحة أنها تلعب رياضة سلحة أنها تلعب كاراتيو والحاجات اللي هي بتاعة السلف ديفنس سلحة بحاجات تخدها معاها عشان خطر لو كلب بلدي بره جي حوالي دقيقها هي تفشخه وتطلع دي نقوم وفي الأول وفي الآخر لازم تكون مدرك أن الست أقوى من الراجل حتى في عضلاتها وده العلم أثباته والدني أثباتتها الستات اللي بتطلع على البارل فيلد والطلب بني هنا جدا أقدروا اللي هما بيتروحوا يحاربوا وشيروا رجالة معاهم وكده ممكن عندنا القدرة أنه نبني عددات أسرع منك عندنا قدرة على قوة التحمل الألام أكتر منك عندنا قدرة على شيل المسؤولية أكتر منك لا لو ما أدركتش كده واحترمت المرأة انف مش هكون سعيد مش هتكون عايش معها في هارموني أتمنى أنتو واللي في حياتها راجل يعني أعادر أقول دلوقتي أن الرجالة اللي في حياتي حرفيا ربنا رزقني بيهم دلوقتي فعلا ناس متحضرة لبعد الحدود ومتفاهمة جدا وما عندهاش حتى تتحدي سعر راجل أوفرسات دي لأن هما مدركين أن احنا طول ما احنا إيكو ودي عندهم ساحتها بياخد حب واحترام كبير جدا وبيتشال على الراس هو ده اللي بتشال على الراس هو ده الراجل اللي بتشال على الراس اللي هو فاهم ومدرك وحامي من بعيد يعني من بعيد لكده هو في ظهرك وجامد ومعاك لو تعبتي ولا حاجة بس أنت مش محتاجة حماية الراجل قد ما أنت محتاجة حماية نفسك وقوة نفسك وعادة نفسك لنفسك هيكلها كده اللي هو لأ المرأة كائن قوي وأقوى من الرجل هنس الحملة اللي بنحمله ولا الدورة الشهرية اللي بنمر بيها أنا كنت شايل عفش بقالي يومين وانا عندي الدورة الشهرية وانا بليدنج وانا بنزف وبشير عفش ومسافرة من بلد لبلد والتعب أنا يعني خدت مرهم غريب جداً بس عشان أشير التعب بس كانت مسؤولية لازم أخلصها ولازم أخلصها من غير كمان شكاوي من غير ما كنت باشتكي كتير اللي هو بس I'm tired I'm tired من غير ما عود عدد ووالو إيه ده إيه ده إيه ده والكلام ده كله عشان خطر الشكاوي برضه وتعملش أي حي غير إنها بتشيل وزن الهموم علينا وأخذ بالك ففكروا فيها أنا خلاص فضل اللي 20 دقيقة على شغلي بحبوكم كتير هيشوا في الحرية هيشوا في السلام be yourself ما تقذوش حد إلا هيزيكو طلعوا ميتين اللي جابته السلام